وبحكم إن هو جارنا وساكين جنب البيت كان مركز قوي مع كل حد بيجي لنا وأول ما ييجي ابن خالي أو أي حد من قريبنا يفضل يتصل ويقول لي أنت عادة إزاي؟ لابسة طرحة ولا لأ؟ ما تسلميش بإيدك ما تهزريش مع حد وأحسن لك أعودي في قطك ما تطلعيش لحد ولا تشوفي حد الحد ما يمشو كان قطع عني يا سالي المايا والهوا لدرجة إنه قال لي البلكونة بتاعة شاقتنا اللي هنتجوز فيها هيقفلها باستارة على الشارع عشان الناس ما تبصش علي وإنه هيجيب لي منشر في الشقة عشان أنشر الغسيل جوة ولأن شقة اللي بيشطبها كان في نفس البيت اللي فيه أهله كان بيقولي بعدين لما تيجي عندنا هبقى خليك يتنزلي تحت عند أمي بالطرحة وأخوي ما تسلميش عليه لو عزتي حاجة وأنا مش موجود ما تندهيش علي يتتسلي بي عشان أجيبها لك يا أم تخلي إخواتك يبعتوا لعيالي يجيبوها موسيقى